السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع النهاردة هنتكلم فيه عن طريقة تثبيت ويندوز 10 الاصدار الاخير من مايكروسوفت لكيسة من نوع HB8300 الكيسة اللي معنا النهاردة جاي ببرسوسر من الجيل الثالث Core i5 الجيل الثالث والهارد اللي راكب فيه الكيسة هارد 500 وهارد SSD طبعا احنا مركبين الهارد SSD عشان يدي سرعة دي ويندوز 10 معروف ان الهارد SSD اصرع بكتير من الهارد العادي الكيسة جاي بكارت شاشة GTX 750 Ti بحجم 2 جيجا الكيسة طبعا هنبدأ نسبت عليها الويندوز طبعا قبل ما بسبت الويندوز بيكون مجهاز فلاشة يقلي فلاشة تكون 8 جيجا وبدأ دخل على الموقع الرسمي ليه مايكروسوفت وببدأ انزل ملف الايزو الخاص به الويندوز طبعا الويندوز اللي معنا النهاردة ويندوز 64 بعد ما بنزل الويندوز طبعا بحرقه باشهر برامج حرق الويندوز على الفلاشة وممكن يكون برنامج الويندوز او برنامج الروفوس بس انا طبيعا بستخدم برنامج الروفوس وطبعا قبل ما بحرق الويندوز طبعا بشوف نظام الهارد عندي او نظام البرد عندي هل هو UEFI ولا نظام LGCMode او LGCBoot طبعا قبل ما بحرق الويندوز بشوف هل النظام زي ما احنا قلنا هي UEFI ولا LGCMode وطبعا بناء عليه بيتم حرق الويندوز هل هو بنظام الـ GPT ولا بنظام الـ MBR لو نظام البرد عندي معمول UEFI فطبعا بعمل الفلاشة على نظام UEFI بنظام الـ GPT لو نظام LGCMode يبقى الـ MBR وطبعا الهاردات هنا معمولة البرد هنا معمولة بنظام LGCBoot فطبعا انا اللي هاردات متقسمة عندي بنظام الـ MBR هاعمل الفلاشة بنظام الـ MBR ده مهم جدا وانت بتحرق الويندوز على الفلاشة بعد ما بحرق الويندوز على الفلاشة بعمل رستورة لي الجهاز او لو الجهاز مش عليه نسخة بشغل الجهاز عادي وبنسخة على مفتاح الـ F9 من الكيبورد بيظهر لقائمة البوت الخاصة بيه جهاز الـ HB او لاب توبة الخاص بيه الـ HB بيظهر معا القائمة زي ما احنا شايفين كده UEFI وليجيسي بوت طبعا انا قلنا في البداية ان احنا نظام نهارده عندنا MBR فاول بورده نظامها LGC فهنا ننزل على قائمة LGC زي ما احنا شايفين كده اظهر المجموعة من الاختيارات طبعا اختار اسم الفلاشة اللي معمول عليها الويندوز زي ما احنا نشوف معا بعد ننزل كده هنختار الـ Kingstone اللي معمول عليها الـ A النسخة ندوس انتر هجيب لي USB نغط هدوس انتر بعد كده بنتظر لحد ما يبدأ يجيب لي مرحلة الهارد ونعمل فرمات له الهارد الـ SSD ونكمل بقيت نستعمل بقيت مراحل A تثبيت اظهرت معانا واجهة الويندوز زي ما احنا شايفين كده نختار مع بعض ارابيك ايجيبت هنختار مع بعض ارابيك ايجيبت او ارابيك الدولة اللي انت عايش فيها بعد كده بتدوس على Next بعد كده هنكمل بقيت المراحل زي ما وضح قدامنا كده هندوس بعد كده على I don't have product key ان انا مش معاي السيريال وبعد كده هبدأ اختار Windows 10 Pro زي ما احنا شايفين الاصدار 64 بعد كده هدوس على Next بعد كده بوافق على الاتفاقية وادوس على Next بعد كده بيدوس على Custom زي ما احنا شايفين قدامنا كده بعد كده بقيت الملافات الويندوز الاديم اللي هي بمساحة 500 ميجا دي حاجات بسيطة جدا ناخد بالنا من الهارد وين الملف في السيستم الصغير ده بقى امساحه طبعا علشان ده بيبقى علي ملفات الويندوز الاديم وارجع تاني للهارد A SSD 128 وده الهارد ال 500 اللي عليه الداتا طبعا ما بعملش في حاجة بقى فعله الهارد ال 128 وبعد كده بيدوس على Next وانتظر لحد ما يخلص مراحل A التسطيب زي ما احنا شايفين كده هيبدأ يعد معايا وانتظر لحد ما يخلص مراحل A التسطيب نختار مع بعض الدولة اللي احنا عايشين فيها هنختار مع بعض هنا ايجيبت وبعد كده هندوس على Yes زي ما احنا شايفين كده هندوس على Yes بعد كده هيجيب لي لغة الكيبورد زي ما احنا شايفين هنا هنختار US وندوس Yes بعد كده Addly Out بعد كده هنختار Arabic Egypt وبعدين Next بعد كده عربك 101 واحد وبعدين Addly Out وبعد كده هنفسد كابل الانترنت طبعا لو ما عندناش مثلا ايميل في ميكروسوفت هندوس I don't have internet I don't have internet بعد كده Continued with limited setup الجهاز عمل restart هنستكمل بقية مراحل التسبيت هندوس على I don't have internet بعد كده Continued with limited setup تمام هنستكمل بعد كده هنبدأ نكتب الاسم نشوف الاسم الخاص بي اللي عايز تكتب ايه نشوف الاسم اللي انت عايز تكتبه وليكن مسا هنكتب هنا محمد زي ما احنا شايفين قدامنا كده بعدين Next وهنا الجزء الخاص بيه الباسورد الخاص بيه الجهاز انت عايز تكتبه براحتك مش عايز برضو براحتك انا مش هكتب باسورد هدوس على Next بعد كده بيجيب لي ايه اعدادات الخصوصية يفضل طبعا تعطالها عشان ما تعملش تقلي فيه الجهاز لو عايز تخليها براحتك بس انا بقى اعطالها عشان تبقى الجهاز خفيف معي عشان ما يحملش حاجات ممكن انا ما يكونش محتاجها بعد كده بدوس Accept بعد كده بديزهر ايه الافتتاحية بتاعة الجهاز زي ما احنا شايفين كده كده بيعمل تحضير لي سطح المكتب زي ما احنا شايفين قدامنا وبعد كده هنبدأ بقى نظهر ايقونات سطح المكتب بطرقة سهلة جدا هنشوفها مع بعض برضو طبعا الهارد الاس اس دي بيينجز كتير جدا فيه تذبيت الويندوز غير الهارد العادي انا بفضل طبعا انت لو هتشتري كيسة تشتري عالي معاها هارد اس اس دي وتثبت عليه ويندوز 2 عشان يبقى الويندوز سريع معاك وما يبقىش فيه اي مشكلة اثناء انت بتنزل مثلا البرامج او بتنزل مثلا الالعاب عليه هيبساري معاك بعد كده هنبدأ نظهر ايقونات سطح المكتب مع بعض كليك يمين بيرسونالايز كليك يمين بيرسونالايز وبعد كده اختار زيمز من القايمة اللي هي على الشمال دي اختار زيمز ومن زيمز اختار ديسك توب ايكون فوق هنا اهو ديسك توب ايكون ومن ديسك توب ايكون ابدأ اعلم صح على الاختيارات اللي قدامي هنا اللي هي ماي كمبيوتر واليوزر فايل والنتورك وبعد كده ادوس على اوكي تمام كده ظهرت معانا هنا ايقونات سطح المكتب زي ما احنا شايفين كده قدامنا تمام كليك يمين بيرسونالايز زي ما احنا شايفين دي اسم الجهاز وادي البروسيسور وهنا الرمات هنا معانا تمانية جيجا تمام ودي اسم الويندوز زي ما احنا شايفين كده بعد كده في خطو مهم برضو بنعمل ان احنا بندخل على كنترول بانر ونعمل تحويل اللغة هندخل على كنترول بانر وبعد كده هنختار ايز اوف اكسس او اكليك اند رجيون عشان اغير اللغة كليك اند رجيون بعد كده اختار رجيون زي ما احنا شايفين كده وبعدين اختار ادمنستراتيب وبعدين شينج سيستيم لوكال دي طبعا مهم جدا عشان لما اجسطت ببرامج ما يحصلش معاي مشكلة اختار اربك ايجيبت زي ما احنا شايفين كده ودوس على اوكي وانتظر لما يعمل رستارت زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كده بنبدأ نسبت بقى التعريفات الخاصة بي الجهاز عن طريق اشهر برامج التعريفات او نخش على الموقع الرسمي الموقع اللي هو درايفر الباك سيليوشن او ندخل على الموقع الرسمي الخاص بي الهي بي ونكتب اي موديل البورده ونبدأ ان ننزل التعريفات الخاصة بي الجهاز وبعد كده بنستبع البرامج بقى الخاصة سواء انت برامج بقى هندسة او برامج محاسبة او اي برامج خاصة بيك انت وبرامج الانترنت والحاجات دي كده اعتبر احنا خلصنا الاندوز مع بعض وعرفنا طريق التثبيت وبطريقة سهلة في نهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك والاشتراك في القناة وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته